اشتركوا في القناة في تمويل جزء من الشطر ثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط انبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يروم ان يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب افريقيا واوضح بلاغ رسمي لوزارة الاقتصاد والمالية يوم امس ان نادي فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية قامت من خلال تبادل مرسلات مع عبد الحميد القليفة المدير العام للصندوق اوبيك لتنمية الدولية والمدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادنة امين بن خدرة بالتوقيع على وثيق قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار يمنحه صندوق اوبيك للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادنة في اطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط انبوب الغاز الذي يربط بين جمهوريتين نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية واضف المصدر ذاته ان الدراسة التي سهم في تمويلها ايضا البنك الاسلامية للتنمية تهم صياغة الوطائق من اجل تنفيذ مشروع خط انبيب الغاز نيجيريا المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلع ويتوخى المشروع الاستراتيجية لخط انبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي تم اطلقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري والذي تم توقيع على اتفاق التعاون بشأنه في مايه 2017 ان يشكل حافزا لتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال الغرب افريقيا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء